في الفيديو ده هنتكلم عن الجزيئات العضوية اللي موجودة في أجسامنا والعناصر أو الذرات اللي بتدخل في تركبها ومسمياتها المختلفة برضو هنذكر الأقسام الرئيسية للجزيئات الحيوية اللي موجودة في أجسامنا وهنعرف ايه معنى كلمة مونمر وازاي الجزيئات الباولوجية بتتكون من وحدات متكررة من المونمرات هنشرح فكرة المونمر على جزيئ الجلوكوز وازاي الوحدات المتكررة من جزيئات الجلوكوز بتتحول لجزيئات باولوجية كبيرة وهي النشا الباوليمر من خلال عملية البالمرة الجزيئات العضوية دي بنقول عليها الجزيئات الباولوجية بنقول عليها بايولوجيكول ماكرو موليكولز يعني الجزيئات الباولوجية الكبيرة وساعات بنقول عليها بايولوجيكول موليكولز من غير مكرو وبنقول عليها ساعات بايو موليكولز بايو موليكولز يعني جزيئات حيوية دي مسميات الجزائيات العضوية الموجودة في أقسامنا ساعد بنسميها الجزائيات البايلوجية أو الجزائيات البايلوجية الكبيرة أو الجزائيات الحيوية ودي بتحتوي في تركيبها على ظرات الكربون والهايدروجين والأكسوجين بصفة أساسية يعني كل المركبات دي فيها C و H و O فزي ما احنا شايفين في الرسم التوضيحي اللي قدامنا ده الجزائيات الحيوية بتتقسم لأربع أقسام رئيسية الكاربوهايدروت اللي بي هي الكاربوهايدريتز والليبيدات اللي هي الليبتز والبروتينات اللي هي البروتينز والأحماض النووية اللي هي نيوكليك نيوكليك أسيدز وطبعا نيوكليك أسيدز فيها الDNA والRNA ودي يمكن همدرسه بعدين بتحصيل في الرسم التوضيحي ده احنا ركزنا على أهم المونمرات اللي بتتكون منها الجزائيات الباولوجية الكبيرة طب يعني ايه كلمة مونمر كلمة مونمر هي كلمة يونانية معناها الجزء الواحد والكلمة دي بتتكون من شقين يعني احنا عمليش جده عشان المكان هنا بقى دايق شوية خلا نكبر وايه ونكتب براحة مونمر مونمر يبقى هنا دي عبارة عن بارت او جزء ومونو يعني وان بالانجليزي او واحد جزء واحد طبعا عن بارت يعني جزء وهنا وان يعني واحد او وان بارت فلو اخدنا واحد من المونمرات وهو جزء الجلوكوز مثلا وحطناه في الرسم التوضيحي ده اللي قدامنا نشوف شوية كده نحطه هنا في الرسم التوضيحي ده عشان نوصل الفكرة كويس بس ده هو ده يعتبر جزء جلوكوز ده مونمرات حتى لو جينا كبرناه هنا انا ملزوم كده هنا اهو عادي اهو ده جزء جلوكوز كلينا يعني بس ايه عشان نوضح الفكرة عايزين نفهم ليه سمينا الجزءات الحيوية بالجزءات البيولوجية الكبيرة التعريف اللي قدامنا فوق ده بيقول ان الجزءات البيولوجية الكبيرة او الجزءات الحيوية هي جزءات عضوية ودي خلاص اتفقنا عليها كبيرة الحجم تتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة من الجزءات الاصغر حجمة دي هي دي تتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة هي دي كلمة كبيرة جاية من ان فيه ارتباط وحدات متكررة من الجزءات الاصغر حجمة فلو اخدنا النشا على سبيل المثال خلينا نعتبر ده النشا خلاص البوليمر ده هو النشا الستار او النشا لو اعتبرنا البوليمر ده هو النشا فهو بيتكون من سلاسل طويلة حاجة اسمها long chains سلاسل طويلة من جزئات الجلوكوس يعني كل ديه جزئ جوكوس ته جزء جلوكوس يعني دي سلاسل طويلة من جزئات الجلوكوس في تقريبا في كل سلسلة يعني كل سلسلة من قبلة طبعا واحنا عاملين كده العدد الاولى لده للتبسيل لكن في كل سلسلة من النشا او لستارش ما بين 300 الى 1000 وحدة طبعا وسلاسل كتيرة جدا بس اللي احنا اعيز انا نقوله ان كل سلسلة من النشا فيها ما بين 300 الى 1000 وحدة من جزئات الجلوكوس فليكن انت تتخيل ان الجولوكوز C6 H12O6 لو ضربنا ده مثلا هنا في 300 اقل حاجة شوف بقى كم زرية كربون موجودة 003.6.18 يعني مش اقل من 1800 في التشين الوحدة ده لو اصغر التشين 300 فده معناها ان دي فعلا جزيئات كبيرة الحجم بتتكون من ارتباط مجموعة من الوحدات المتكررة من الجزيئات الاصغر حجم العملية اللي بيتم فيها ارتباط الوحدات المتكررة من الجزيئات الاصغر حجما عشان تكون الجزيئات البيولوجية الكبيرة بنسميها عملية البلمرة او الـ Polymerization انا انطقها بطريقة يعني professional شوية الـ Polymerization طبعا ده عشان تكون جزيئات بنسميها الـ Polymerot او الـ Polymers واللي ذكرنا منها مثال النشا وكلمة Polymer خلينا نقول كده Polymer Poly Poly معناها mini يعني متعدد المر يعني part زي ما قلنا في المونمر يبقى جزء او اجزاء متعددة موسيقى 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 موسيقى